وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضة الأهرامات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير حيث وجه أيضا بتعظيم القيمة المضافة للمنطقة لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والسيد أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات منها مبنى المتحف والبهو العظيم والدرج العظيم وميدان المسلة المعلقة والحضائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية خاصة ما يتعلق بقاعات وصلاة العرض ومتحف مراكب الملك خوفو وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقا لأعلى المعايير العالمية كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله